اشتركوا في القناة تمكننا من ربح الوقت الكثير وايضا تمكننا من تعديل علان لدوكيمون و pdf خصوصا استعملوها في بعض الفروض اللي كاللقوا في الانترنت يعني كاللقوا على التمارين غير مناسبة مثلا للتلاميدينا او اننا ما زال موصلناش للدروس و كاللقوا صعوبة لذلك هذه الطريقة تمكننا من تحويل لدوكيمون و pdf في الورد وبعد ذلك يعني يمكننا ندروا الموديفكاسيون تعديلات على هاد وطائق هذي اذا الطريقية كالاتي نقوم بتحميل تطبيق ميكروسوفت 365 ثم بعد ذلك نفتحوا هاد تطبيق هادا نقوم بتحميل الشاشة نقوم بتحميل تطبيق هادا اذا كما تلاحظو فالاستعمال يلوفها هوسان نقوم بتحميل الاعلى كاللقوا الاناليز pdf و ورد فيشي الى غير ذلك بالنسبة الاناليز فهالخاصية تمكننا يعني نتصوير بعض الوطائق والجداوين ويمكن لنا نحاولوها ال pdf يعني اننا نصوروا الجدول اللي بغينا ونحاولوها ال pdf الخاصية التالية هي pdf كما تلاحظو كيطلعوه هنا ال pdf اللي عدنا في الهاتف دينا وعلى اليمين كالترات النوقات كندغطو عليهم وفي الاسفل كنلقوا convertir on document word اذا كما قلنا كما كنت شاهدو عندنا هنا يا الى document pdf اللي عدنا في الهاتف دينا وعلى اليمين كالقوا ثلاثة النوقات كندغطو عليهم وكالقوا في الاسفل convertir on word فالطريقة فهي بسيطة جدا كما قلنا تلاحظو في الاسفل كنا convertir on word وأيضا بالنسبة ل word ايضا لدوكم وورد فنفس الطريقة اذا بغير نحول لهم pdf كما قلنا تلاحظو تلاحظو كندغطو عليهم كندغطو عليهم كندغطو عليهم كندغطو عليهم كندغطو في الاسفل convertir on pdf وبالطريقة ايضا نحول pdf ال word او word ال pdf وبالتوفيق للجميع ان شاء الله بار